موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي تاتيم الدروس الخاصة بالفوتوشوب وفي هذا الدرس سنرى واحد من أهم العناصر التي نحتاجها بكثرة في الفوتوشوب والتي هي أداة لتحديد العناصر لذلك هذه الأداة لتحديد العناصر لديها واحد من أهمية كبيرة في الفوتوشوب ويستعملها بكثرة وفيها مجموعة أدوات التي تقوم بها العمل لدينا هذه الثلاثة وكل وحدة فيهم وطريقة لتخدم وكل وحدة فيهم والجزء لكي نحتاجها بالنسبة للصور بالنسبة للسيليكسيون ما هو البرنسيب الأساسيين أو البرنسيب الأساسيين أولاً نحتاجها في حالات يعني كنديرو بمعنى كنحددهم اللي كنبغي نحددوا واحد العنصر من الصورة مثلاً في هذه الصورة هذه بغينا نحدد فيها فقط هذا العنصر ونغيره له اللون ديالله لأنواع ديالليسيليكسيون كي ساعدنا في هذا العمل هذا كذلك من البرنسيب أنه كي يعني يعزل واحد العنصر على الآخر مثلاً بغي نجيبوا واحد العنصر من واحد الصورة أخرى لهات الصورة هذه أو لا من هات الصورة هذه نحددوا منها نعزلوا منها واحد العنصر كي ساعدنا كي ساعدنا الأنواع ديالليسيليكسيون في هذا الأمر وكذلك سيليكسيون كتساعدنا في الغتوش اللي كنديرو بالنسبة للصور هذو هما بشكل سريع عندما نرى بشكل تطبيقي كيفاش كنستعملوا هذه الأداة ديال لسيليكسيون أولاً ناخدو العنصر الأول في السيليكسيون كنلقاو هنا وبالنسبة لهذا لاباغ هذي اللي ما عندوش فنفكر يعني من كنجيبوها كفيت قلتها في الضوش السابقة الفنة هكو اللقاوها في الزوتي دونك غد يمشيو العنصر الأول من اللي كنبغيو نسيليكسيونه كنديرو بحال ما هكا دونك كنتحكمو في الطول وفي العرض ديل هذا المستطيل هذا بهكا يعني بشكل بسيط هذا هو الأمر الأول وكذلك إلا بغينا نحررك هدلا سيليكسيون نغيرو له المكان ديالو ممكن كنديوه لأي بلاصة اللي احنا بغيين بشارط أنه لسو غدية نهنا تكون في الوسطة الإشارة ديالها في الوسطة كيفاش دايرا ومليكا تكون خارجة تتغير دونك خاصنا باش نحرركو أنها تكون في الوسطة وإلا بغينا نحيدو هاد لسيليكسيون هادا إما كنكليكي ودو فو بره ديال السيليكسيون نعودو لسيليكسيون ديالنا بحل ما هكا بغينا نحيدو كنكليكي ودو فو يعني بره ديال إطار ديال السيليكسيون أو لا من خلال الكلافي كنديرو كنترول دي كنترول دي كيتحيد لسيليكسيون دونك هذا الأمر الأول مثلا بغينا نخدمو بحل هادا هنديرو هاكا دونك هادا سيليكسيون هادا غادي تساعدنا بحل هادا العناصير هادو اللي كيكونو بحل مستطيل بحل موربعي كستيغا دونك هو باش نخدمو بشكل سريع ومتلا شوفو العمل ديالو غادي نمشيو لإيماج غيقلاج وهنا يا تانت ساتيغاسيون وممكن أننا نغيرو اللون ديالو بشكل اللي هو بسرعة دونك هادا سيليكسيون بسرعة ساعدتنا أننا نغيرو اللون ديال داك العنصر بوحد شكل اللي هو سريع هكا كانت من قبل وهنا دبا من اللي استعملنا لسيليكسيون ديالا دونك كنترول دي باش نحيدو هادا سيليكسيون هادا كذلك نعودو نردوها نسيليكسيونيو هنا هيا قدي نشوفو وحد ربعة ديال العناصر اللي هما مهمين شوفوا معايا هنا يا اولا هدنا هنا دبا دائما اي عنصر كي تعطيونا مجموع ديال العناصر هنا هيا دونك نشوفو هاد العناصر هادو هيتهما أساسيين اولا هدنا هنا يا أجتي سنضيفه سنضيفه سنظيفه أضيفه سنضيفه 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 سنحتاجه في مجموعة الصور في الأول نتعلم فقط الأساس سنتعلمه مجموعة ديال العناصر دونك عرفنا دابا شن هو العمل ديل ديل هاد دونك هدا كين قس لنا مثلا هاد لسيلكتون هدا بغينا ننقصو منها غضين ديروه بحال محكا شوانه هندقصو هاد الجزء هدا بغينا نقصو هاد الجزء هدا كين ديرو بحال محكا دونك ينقص ينقص لنا لسيلكسيون دينا حي ده هذا مثلا وبحلم ما هكا عرفنا دفن شن هو الدور ديال هاد هاد العناصر هاد ونزيد واحد الاضافة اخرى انني نشرح اكتر في هذا كيفاش كنخدمو به مثلا غاد نجيل هنا غاد نسيلكسوني بحلم ما هكا وغاد نبقى هنا يفاد العنصور هادا اللي هو سستخير ده لسيلكسيون بحلم ما هكا مثلا ونغيرو اللون ديالو ونديرو كنترول اي بهكا وغاد نلاحظو انه هاد الاجزاء هادو اللي الداخل ما تغيرش اللون ديالهم وانما غير ليا هاد الاطار هذا لان فهمنا الخدمة ديال هاد العنصر هادا نديرو نحيدو هاد هاد الاسيلكسون هادي بكنترول تيال من خلال الكلافي نديرو العنصر الاخير اللي هو هادا نسيلكسيونيو بحلم ما هكا وهنا بالنسبة من خلال الشكل كيبان انه التقاطع ديال السيلكسيون هو اللي كيبقى لنا اللي درنا بحلم ما هكا غيبقى لنا داك الجزء اللي تقاطع فيه السيلكسيون الاول مع السيلكسيون تاني بحلم ما هكا لحطو كيبقى لنا فقط تقاطع ديال ديال السيلكسيون ما بيناتو وهاد العناصر هادو كيكونوا بالنسبة لهاد الاسيلكسيون اللي هي اوتي اللي هي غيكتانجل او كذلك بالنسبة للإليبس اوتي إليبس ديال السيلكسيون نختاروها هيا نحيدو الأول نختارو هادي بحلم ما هكا كتكون دائرة وبالنسبة للدائرة غادي نختارو واحد الصورة اللي غادي نخدمو عليها باش يبالينا بالنسبة لهاد الاسيلكسيون اللي كتكون يا اما دائرة او لا إليبس فاشكا نحتاجوها نختارو صورة اخرى دونك ناخدو بحال هات الصورة هادي وهنا عدنا هاد سيلكسيون هادي اللي هي اوتي إليبس ديال السيلكسيون نختاروها بحلم ما هكا دونك هنا كتعطينا دائرة وكنت تحكمو فيها هنا غادي نذكر واحد جوج لأمور اللي هما مهمين غادي تردو معي البال دونك شوفوا البلاسة فاش كان كليكين كليكين مثلا هنا يلاحظو أنه من كيف داك لسيلكسيون بينما إلا بغي نقاد واحد دائرة أنه تبدأ عندي من المركز دونك شنو غادي نكليكي الوسط وغادي نكليكي على ALT في الكلافي دونك لاحظو أنه ديك الدائرة كتنطالق من المركز بينما من اللي كان دير بحال ما هاكا ما كان كليكيش دابع الكلافي دونك كتلاحظو أنه كليكيت هنا ومتم ما بدأت الدائرة بينما من اللي كان كليكي ونكليكي في الكلافي على ALT دونك تنطلق عندي الدائرة من المركز ديالها وبهاكا كتتتسع إذن ALT بالنسبة لنا كتكون مهمة العنصر اللي مهم تهوى من اللي كان كليكي على MAGISCUL نكليكي في الأول في الفوتوشوب ومن بعد نكليكي على MAGISCUL كاللاحظ أنه هنا الدائرة كتبق عندي واحدة ممكن تكونش عندي إليبس كتبق عندي دائرة اللي الشعاع ديالها تابت لنك لاحظو مقارنة من اللي كان حيات صباحي على MAGISCUL هنا ما كتبقاش دائرة وإنما كان تحكم كتبق عندي إليبس بالنسبة للهاكم اللي كان كليكي على MAGISCUL كتبق عندي دائرة اللي الشعاع ديالها تابت وإلى كليكيت على ALT مع MAGISCUL بجوج هنا كيكون عندي واحد العمل اللي هو كتنطلق الدائرة من خلال ديك النقطة داك البوان المناشب ديت من المركز وكذلك كتبق عندي دائرة اللي هي يعني الشعاع ديالها تابت وغضي تلاحظو هنا مثلا في الفوتوشوب كيكون عندي هاد LOH هنا كيبقوا عندي تابتين مية واثنين وثمانين لعلى مية واثنين وثمانين إذن بالنسبة لسيلكسيون ديالنا كيفاش كنحتاجوها مثلا دائرة بحل هاد الحالة هادي غضي ندير بحل ما هاكا هنا هنا لا تجب تنادي دائرة ديالي أنها تكون كاملة وضايرة على هاد العنصر هذا ما يمكن ايضاف لانا كلها ما نعود عاود إمتة سنجيب هاد العنصر إمتة سنجيب هاد هاد العنصر هاد باش نغير له اللون دياله مثلا بهذا الشكل هاد بغي نغير هاد الألوان هادو يكون هاد هاكا ولكن بغي هاد لسيلكسيون هادي تجيني هنائيا دونك شنو غدي ندير كان واحد الامر لي هو مهم عندنا في الفوتوشوب أننا نعرفوه بالنسبة لسيلكسيون كان جيو لهنا سيلكسيون وكان مشيو الترانسفورمي لسيلكسيون بحل ما هك دونك من اللي كان ديرو هادا ها هو سيلكسيون ترانسفورمي لسيلكسيون وكان جيو وكان تعطينا أننا تحكمو في السيلكسيون ديانا كما بغينا بهذا الشكل هذا نزيده او لا ننقصه بهذا الشكل هذا او لا كذلك نتحكمو من هنا دونك هادا مهم بالنسبة لنا أننا نعرفو هاد العنصر هادا دونك دابا هنائيا تقريبا جيبنا لسيلكسيون ديانا مع هادا هاد الاناء هادا وهنا ممكن أننا نغيره اللون بشكل الاناء اللي هو جيد بالنسبة لهذا العنصر هادا دونك ساعدتنا هادا سيلكسيون وكذلك رغمو ممكن هنا بالنسبة لدائرة ما غاديش ايبان عندنا لأنه كتبقى دائرة نبقى نحركو هاكا دونك لاحظو نديرو انتخي ونخليو كي معاك واحد كذلك هادا بقاو اكتبوهم عندكم باش يبقاو عندكم دائما هادا اللي غاكوخصي غادي نديرو كنترول جي ولاحظو من اللي غادي ندير كنترول جي غادي يتزايد عندي واحد الكالك هنا دونك اولا عندي دابال الكالك الاساسي ديالات الصورة ولا درت كنترول جي تزايد عندي واحد الكالك ديال هادا العنصر هادا اللي درتليه لسيلكسيون نمشي وناخدو بحال ما هكا احنا دابا اخدت تامين في واحد الكالك اللي هو جديد ونصغروه مثلا نديرو كنترول اي باش تصغر هادنا كنترول مع ناقص من الكلافي ونزيدوه مثلا هنا دونك لاحظو اننا كيفاش بكل بساطة خدينا واحد العنصر في الصورة وضفنا من خلال انه ساعدتنا لسيلكسيون بكل بساطة اننا نزيدو واحد اللي انا اخر لواحد تبصيل كما كان قولوه باللعجة ديالنا بكل بساطة وبالنسبة لنا رأي نفس الامر بالنسبة لهذا السيلكسيون هادي رأي عدنا نفس الامر كذلك من اللي كنديرها هنا يوقع نسيلكسيوني ونجي نكليكي هنا يا راه ممكن كنضيف كما قلنا قبيلا ممكن انني لباغي نقص تلاحظو انه ديك لسيلكسيون انها كتنقص بحل ما هكا مثلا وكذلك عندي انترسيكسيون بحل ما هكا يعني الى بغينا نحتفظو فقط على تقاطع ما بين لسيلكسيون الاول و لسيلكسيون اللي برنا دعبة بهذا الشكل هذا اذا بالنسبة لنا فيديو الاول ديالنا شفنا هادي جوج ديال العناصر هنا كيفاش كنخدمو بيهم وكذلك هاد العناصر هادو اللي هما مهمين وكان خدمو بيهم بشكل كبير اللي كيسرع علينا لعمل ديالنا اذا في الفيديو الماجي ان شاء الله نزيدو نكملو الدروس الخاصة بالفوتوشوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة